بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي ونكمل في الحديث الموقوف ونتكلم الآن عن فروع تتعلق بالمرفوع حكما فنقول هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع هذا النوع أطلق عليه العلماء اسم المرفوع حكما أي هي موقوفة لفظا لكنها مرفوعة حكما ونتعرف على هذه الصور الصورة الأولى أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للإجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب إذن أن يقول الصحابي وشرط هذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وأن يقول قولا لا مجال للإجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب أمثلة على هذه الصورة مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة أو مثال ثالث الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله أجر كذا الصورة الثانية أن يفعل الصحابي ما لا مجال للإجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكتوف في كل ركعة أكثر من ربوعين الصورة الثالثة أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا وهذه الصورة تقسم أقسام فإن أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف عند الجمهور كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا الصورة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وكقول أم عطية نهينا عن التباع الجنائز ولم يعزم علينا وأيضا كقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا الصورة الخامسة أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع إما أن يقول يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية مثال ذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين الصورة السادسة أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول الآية كقول جابر كانت الأهود تقول من أتى امرأته من دبورها في قبولها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم